كل دي تفاصيل أكيد مهمة جداً طيب خلونا من تولس نطير سريعاً للعاصمة الإدارية ونشوف مع أسكر المنتخبات الموجودة هناك في العاصمة الإدارية مع زميلي العزيز خالد رزق ونتعرف على التفاصيل هناك ماشي ازاي والدونية عاملة ازاي خالد برحب بيك وأكيد عندك الجديد تفضل برحب بيك زميل عزيز يحي حمزة برحب بكل مشاهدي قناة تونتايم سبورت في كل مكان من داخل فندق قامة العاصمة الإدارية وأجواء عن مباريات اليوم والمنتخبات المتوجدة داخل هذه المجموعة أو داخل فندق الإقامة لو كلمنا عن مباريات اليوم اللي هتكون فيه كأس الرئيس اللي هتلاعب على صالة العاصمة الإدارية هناك مبارياتين هتكون بين منتخب كوريا ومنتخب تشيلي وأيضاً مباراة أخرى بين منتخب النمسا ومنتخب المغرب لو كلمنا تحديداً عن منتخب المغرب كمنتخب عربي بالتأكيد وكان ما عندهش حزوص في أنه يفوز بالتأكيد فيه المباريات السابقة وكان بيؤدي أداء فيه بداية المباريات أداء مميز ولكن في الشوط التاني كان بيبقى الأداء غير مميز وده اللي كانتكلم فيه المدير الفني مع اللاعبين وبعد خروجهم بالتأكيد وتوجودهم فيه كأس الرئيس يمكن المدير الفني تكلم معهم عن أهمية اللعب بصورة جيدة وتكملة الاستفادة من هذه التجربة تجربة جديدة ومميزة لمنتخب المغرب اللي يمكن دايماً بيتكلموا على أنهم عندهم عناصر شاب كتير وعندهم لعبين مميزين ولكن لسه عام الخبرات مش موجود لسه ما عندهمش الرؤية المستقبلية للمباريات الدولية والمباريات الكبيرة بصورة كبيرة لأن فيه عناصر كتير عمرها 17 و 18 و 20 سنة في هذا المنتخب يمكن نتكلم معهم على أن خروجهم من بطولة العالم أكيد شيء محزن ولكن هناك تكملة مسيرة في كأس الرئيس ولازم يستفادوا من كل التجارب القادمة ويثبتوا نفسهم أكتر عشان يقدروا يتواجدوا فيها البطولات القادمة بإذن الله ويكونوا يقدروا يمثلوا بصورة جيدة لو كلمنا عن منتخب ألمانيا ومنتخب الأرجوي اللي وصلوا يعني منتخب ألمانيا وصل الصبح ومنتخب الأرجوي وصل بالأمس وكان هناك مسحة طبية للأرجوي وخلينا نوها يحيي على حاجة مهمة جدا أن المنتخبات المتواجدة داخل البابلز كلها على الفنادق الموجودة في مصر سواء في أي مكان في 6 أكتوبر أو في سادق قاهرة أو كل الأماكن هناك مساحات بتأتي نتجتها بالسلب ودي حاجة مميزة وده يدل على أن فيه ربط وحزم فيه كل الإجراءات الاحترازية بنشوف المنتخبات هنا من فندق العاصمة الإدارية كل المنتخبات اللي كانت متواجدة وتم نقلها لمكان آخر أو اللي ما زالت متواجدة أو المنتخبات اللي بتصل جديدا أو حديثا إلى فندق قامة العاصمة الإدارية كلها نتيجة المساحات بتكون نتيجة سلبية وده شيء بيسعد الواحد أن احنا بنشوف نتيجة المساحات سلبية ده معناه أن هناك جراءات بتتبع بحزافرها هناك تعليمات قوية جدا على كل الأرجاء سواء فيه الانتقالات من مكان إلى آخر أو داخل الصلاة المجمعة أيضا يمكن هناك هنا في فندق الإقامة الأرجوي فور وصوله كان هناك سعادة بفندق الإقامة وفيه واحد من لعبي منتخب الأرجوي يعني فور وصوله إلى غرفة الإقامة كان سعيد جدا ويمكن عمل ستوري على سوشيال ميديا عنده بغرفة الإقامة وكان سعيد بيه وكان ليه حديث معنا شفت الستوري بتاعتم واتكلمت معاه فقال لي أن هو سعيد بالمكان وسعيد بكل شيء داخل فندق الإقامة وده شيء أكيد مميز جدا يعني يحيى سريعا ديكت أجواءنا وكوالسنا من داخل فندق الإقامة العاصمة الإدارية وأكيد هنتابع مباريات قوية من إصالة العاصمة الإدارية في كاس الرئيس الآن نعود لك مروح الفلسية تفضل بشكرك طبعا زميل العزيز خالد رزق مجهود كبير بيبزله أكيد خالد رزق في العاصمة الإدارية متابع لحظة بلحظة كل المنتخبات الموجودة مجهود كبير بيوب